ممكن برضو نستعرض بعض أرقام اللاعبين الموجودين داخل فريق نادي الأهلي لو استعرضنا مثلا حسين الشحاق هلقى أنه هو طبعا هدف البطولة برصيد خمس أهداف طبعا بالنسبة للتحاد الإفريكي ما بيحسبش الأهداف اللي أحرزها خلال الأدوار التمهدية فيعتبروا كده أحرز ثلاث أهداف ولكن مجمل البطولة هو أحرز خمس أهداف طبعا إجمال البطولات مع النادي الأهلي خمستاشر بطولة محقق أربع بطولات دولي الأبطال عدد المشاركات في البطولة الحالية 12 مشاركة الهداف طبعا خمس أهداف طبعا بنتكلم على مراوغاته وبنتكلم على محاولاته على المرمى طبعا هو من الأكثر اللاعبين الموجودين داخل دولي الأبطال بطولة الـ 12 في المحاولات على المرمى نتكلم النهاردة على حسين الشحاق طبعا بيقدم أدوار أكثر من رائعة مع الأهلي من أول ما اشترك مع نادي الأهلي لحد آخر موتش فبنتكلم على أدوار مهمة جدا لحسين الشحاق برضو ممكن نشوف أرقام مصطفى شبير زي ما قلت لحضرتك أنه هو بيقدم مستوى أكثر من رائع النهاردة خلال التسعة مشاركات لمصطفى شبير مع النادي الأهلي بيطلع طبعا بتسعة كلينشيت إجمال البطولات لمصطفى شبير 12 بطولة طبعا دولي الأبطال محاقق برضو أربع نسخ لدولي الأبطال شبك نظيفة تسعة مرات التصدي طبعا هو الأكثر تصدي خلال حراس المرمى لدوري البطولة الـ 12 إطناء 29 تصدي الهدف المتوقعة كان متوقع من التسعة وعشر تصدي دول 11 هدف يدخلوا مرمى ولكن هو طلع قدر يطلع خلال التسعة مشاركات بكلينشيت ده كمان رقم مهم جدا لأن الـ XG ده بيبقى هجمة وعدة يعني كان ممكن بنسبة كبيرة جدا جدا تكون هدف ودي الحقيقة اللي بيبرس كمان مصطفى شبير لأنه في لحظات معينة من خلال المباراة بيكون تصديات مش تصدي عادي لا بيكون تصدي الحقيقة في أوقات صعبة شوفنا في مباراة التراجي في الزهاب بالضبط ببعليك كرفة يصالية لكن يعني كلها أرقام الحقيقة كمان تدل أن احنا عندنا الحمد لله الحمد لله عندنا ذخيرة من حراس المرمى محمد شنوي رجع بالسلامة عندنا مصطفى شبير وحمزة علاء وعندنا كمان أعتقد مخلوف يعني عندنا الحمد لله إحراس المرمى بخير طول تاريخ النادي الأهلي دايما أن الحمد لله بيتمتع بإحراس المرمى مميزة صحيح ممكن برضو نشوف أرقام علي معلول طبعا بنتمناله كل الشفاء طبعا علي معلول يمكن هو مصري في البداية طبعا مصري تونسي تونسي بالزرع فبنتمناله طبعا كل الشفاء نشوف طبعا أرقام هيلة جدا 20 بطولة مع النادي الأهلي 4 دوري أبطال عدد المشاركات في البطولة الحالي 11 مشاركة صنع 3 أهداف طبعا من أكثر اللعيب اللي عمل عرضيات 32 عرضية بنتكلم على مستوى برضو هاي اللي علي معلول دايما بيبقى موجود دايما بيساهم ده في النواحة الهجومية والنواحة الدفاع مع نادي الأهلي بنتمناله كل الشفاء طبعا ده بالنسبة لعلي معلول ممكن برضو نشوف في النهاية برضو يعني 2 اللعيبة كان دايما خلال الفترة الماضية بمش بنقول بقى أن كان فيه هجوم كان فيه شوية ضغط عليهم بنتكلم على رامي ربيعة بنتكلم على محمد هاني برضو مجرد ما الأهلي احتاجهم نزلوا ادلوا يقدوا وكان لرامي ربيعة طبعا كلمة أنه النفوذ بالبطولة الـ 12 هو زميله طبعا أنا برضو عايز أقف عن درامي شوية لأن درامي كمان الحقيقة الفترة اللي فاتت رغم زي ما بتتكلم الضغوط الكثيرة جدا وان رامي خلاص هيجدد مع النادي الأهلي لا قاعد لا ماشي الحقيقة هو كان وده مهم جدا في الراجل البروفيشنال يعني هو الراجل ما بتلعش على السوشيال ميديا كتير ومركز كويس قوي مع النادي الأهلي عارف قمت النادي الأهلي رامي جات فترة من الفترات عنده إصابات متكررة كتير يعني حرامته فعلا من بطولات كثيرة ومن المشاركة بشكل كبير لكن تاتشهود يعني الفترة اللي فاتت كان مستوى أكتر من رائع من خلاله راح منتخب مصر مع الكابتل حسام حسن فيه يمكن المعسكر اللي فات اللي هو كان ليه مشاركات على المستوى الودي أمام كرواتيا وكمان كابتن النادي الأهلي وربنا الحقيقة وفقه ويه بقى يعني رقم كبير جدا ست بطولات أفريقية لرامي ربيع كل التوفيق لي انت كمان اتكلمت على محمد هاني الناس بتنتقد محمد هاني كثيرا لكن انت كمان يمكن قبل لا وقلت لا يمكن هاني بعد المباراة بيكون فيه الأخطاء وارد جدا لكن على المستوى التقييم الفني أعتقد مقدم شكل جيد هاني كابتن محمد هاني طبعا احنا بنتكلم ان كان خطورة التراجي كانت موجودة فيها نساس بنتكلم ان هو قدر ان هو خلال المباراتين ان هو يقدر ان هو يوقف خطورته على اعتبار طبعا ان هو كان متحرك ما بين الجبهة اليوم ما بين الجبهة اليوسر ما بين قلب الملعب محمد هاني لو جينا استعرضنا طبعا على أرقام محمد هاني في البداية نلاقي ان هو 21 بطولة برضو نفس الكلام أربعة دور الأبطال بنتكلم على عدد المشاركات 13 مشاركة خلال دور الأبطال السنة دي طبعا هو أكثر لعيب خلال السكواد بتاع نادي الأهلي مشاركة في دور الأبطال صنع هدف بنتكلم برضو من أكثر اللعيبة اللي عملوا التحامات 170 التحام منهم 86 صحيحة فبنتكلم على نواحي دفاعية واضحة جدا عند محمد هاني دايما لما بتحتاجه برضو بنلاقيه فبصينا على كم صورة الفنية نحن محضرينها هلاقي زي ما بنقول كمصدر خطورة التراجي موجودة في يانساس هنشوفي إزاي هاني مجرد ما يانساس بيستلم في الجابهة ناحيته أنه بيقدر يستخلص منه الكورة هنا يانساس بيستلم طبعا بنقول أنه كان بيلعب أصلا رايت وينجر بيبتد أنه بيدخل قلب الملعب زي قبل كده شرحنا قبل المباراة بيدخل ناحية الشمال محمد هاني بيضغط عليه وبتده أنه يقدر يستخلص لو شفنا الصورة اللي بعدها بيستخلص الكورة منه ويبني هاجمة مرة تانية فاللي عاية أقوله أنه محمد هاني الأدوار المزدوجة الأدوار المركبة دي بتبقى ساعات الناس ما بتبقاش شايفها قوي يعني هو بيخش جوه فرامي بيقرب منه وبالتالي هو بيعمل ضغط صنائي الضغط الصنائي ده ممكن يعني مش أي لعيب برضو الناس عشان تكتكيا تتفرج صح كان بيقوم هاني بيقوم بها بشكل كويس جدا جدا برضو نفس الكلام الكورة بتتكرر مرة تانية مع يان ساس نفس الكلام هاني بيكون موجود بيقدر أنه يستخلص الكورة فبنتكلم على أدوار هاي للمحمد هاني بنقوله أنه دايما لما بتحتاجه سواء كاس عالم الأندية بتحتاجه في المتشاطة اللي هي بيكون نهائيات بيكون دايما موجود وحاضر فأنا أعتقد أن جميع اللعيبة طبعا مش عايزة أخفل حد كلهم قدوا أدوار عشان النادي الأهلي يوصل للبطولة الـ 12 عشان يخرج بنتيجة هدف وحيد بس وبلا هزيمة نتكلم على أدوار الجميع اللعيبة مش عايزين نخفل أي حد كلهم قدوا وكانوا فعلا على قدر المسئولية